سيد عاصم من المؤسف حقيقة أن تأتي هذه الخطوة في زل مبادرة تقدم بها السيد الرئيس الوزراء من أجل توحيد القوى المدنية والأحزاب ودعت أيضا إلى مسألة الإصلاح بشكل عام فيما يتعلق بتصحيح مسار الفترة الانتغالية بشكل عام لكن في تقديري الخطوة هي تحصيل حاصل لماذا؟ لأن نداء السودان منذ أن قادر الراحل الصادق المهدي رأست هذا النداء منذ وقت مبكر جدا وغاد حزب الأمة في اتجاه مستقل بعيدا عن النداء ما طلع حقيقة هو من النداء ولاجمت عدود في التحالف نداء السودان لكن كل المؤشرات كانت إن بيتأكد في الفترة ديك أن الحزب الأمة كان يخطو خطوات باتجاه الحوار والعمل السياسي من منبر المستقل جانب آخر جزء كبير جدا من مكونات النداء وهي الحركات المسلحة من وقت مبكر جدا أيضا خرجت وفاوضت الحكومة من منبر مستقل بعيدا عن نداء السودان فلذلك ولاحقا جمد حزب الأمة عضويته في قوى الحرية والتغيير وفاوضت الحركات المسلحة اللي هي العماد الرئيسي لنداء السودان ولاحقا حزب البعث السوداني كأحد مكونات هذا النداء أيضا جمد عضويته داخل قوى الحرية والتغيير ففي تغييري الخطوة هي تحصيل حاصل كما أنا وصفتها الشيء الأساسي والمهم